المنافسة انتهت ما نمزح جد اللي ورتنا يا نفيديا رح يضمن انها تكون صاحبة اقوى جرافيكس في عالم الالعاب بفارق مهول والفترة طويلة طب ايش صار اليوم؟ الشركة اعلنت عن كروتها الجديدة الخاصة بجرافيكس اجهزة الكمبيوتر لاعبي البي سيستعدوا الكرت الاول هو RTX 3070 وهو اقل كرت تمكشفه اليوم ورغم ذلك هو اقوى من RTX 2080 Ti اللي اصلا اقوى من كل اجهزة الجيل القادم يعني اقوى من بلاي سيشن 5 و اكس بوك سيري اس اكس كرت RTX 3070 بكلف 499 دولار او تقريبا 1900 ريال وبيصدر في شهر اكتوبر الكرت الثاني اللي اعلن عننا اليوم كرت RTX 3080 حسب كلام نفيديا فاداءه بيكون يعادل كرتين من RTX 2080 يعني اداءها مرتين قد اجهزة تلعاب الجيل الجديد تقريبا وسعره بيكون 699 دولار او تقريبا 1600 ريال وبيصدر في 17 سبتمبر القادم الكرت الاخيرة اللي تم كشف اليوم عنه كان الصدمة وهذا حسب انبيديا هو اول كرت جرافيكس العاب 8K على الاطلاق وبيكون سعره شي يحرق المخباه وهو 1499 دولار او اللي عادل 5600 ريال هالسعر يمديك تبني فيه جهاز كامل يعني لا احد يتحمس وياخذه اصلا كم واحد منكم عنده تلفزيون او شاشة 8K هال كرت شكلا للمستقبل عموما واللي مرة متوهق مع العاب 4K ويبغي يشغلها بسهولة وبطارات عالية عموما الكرت بينزل رسمي في 24 سبتمبر الحالي انفيديا سمت هذه اكبر قفزة في الاداء تصير بين جيلين لكروتها اكيد اللي شفناها اليوم شي مرعب من ناحية الالعاب تم استعراض بعض التقنيات المهمة منها تقنية DLSS2 واللي ورطنا انفيديا كيف انها قادرة على عرض دقة اعلى من 4K الحقيقية وبنفس الوقت بمعدل اطارات مرتفع اكثر وعطونا مثال بلعبة Death Stranding على ال PC شفنا دعم تقنيات انفيديا مثل Ray Tracing قادمة لبعض الالعاب السابقة مثل فورتنايت وايضا شفنا استعراض لالعاب مستقبلية مثل سايبربانك تابعونا اكيد على قناتنا True Gaming في قادم الايام يمكن يمكن نبني PC جديد على القناة باستخدام واحد من هالكروت الرهيبة الحين نقول لكم في امان الله اشتركوا في القناة